بعد الحرب تبدو أكثر الأمور وجعاً هي التهجير يمكن أن يكون هذا ما يشعر به الآن سكان بلدة هجر كحلان بمديرية عسيلان في محافظة شبوة التي تعرضت للقصف المكثف كما يقول السكان إن ميليشيا الحوثي والمخلوع قامت بتهجيرهم قصراً بعد القصف ومحاولة قتلهم عن عمد مراقبون وصفوا هذه الحادثة بالإجرامية التي كما يرون بأنها تتنافى مع حقوق الإنسان داعيين الميليشيا إلى وقفها فوراً لكن هذه ليست سوى واحدة مما تنفذه الميليشيا خلال سنة ويزيد ليس في هذه المحافظة فقط فالمعروف عن سطوة الجماعة الإنقلابية منذ تدشين نزعتها للسلطة والذهاب إلى الإنقلاب نهاية العام قبل الماضي لديها سجل حافل بجرائم التهجير والاختطاف وحتى القتل نزح السكان إذن من بلدة هجر كحلان التي تقع في محيط جبل بن عقيل الشهير حيث يتمركز فيه قناصة الميليشيا كأحد المواقع المحصنة في جبهة مديرية عسيلان بينما تستمر الميليشيا باستخدامه منصة لقصف منازل المدنيين في كل من مناطق الحمى والعطف والنقوب بالمديرية وهو ما دفع بالكثير من الأسر لمغادرة منازلها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة أواخر مارس الماضي في مديريتين عسيلان وبيحان